مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الجزائر والرئيس بون بما أن العلاقات جد متوطرة بين الجزائر والطرفان الإمارات والمغربي والأكيد أن بمحاولتهم التشويش على العربوي يبدو أنه أوجعهم بخراجته القوية والصارمة في تصديل أي مخططات تحكي لدى الجزائر وأمنها أو الوقوف في وجه عجلة تنمية وبالعودة لما أوردته صحيفة العرب وأول رد عليها فقد دعت صحيفة الإماراتية أن رئيس الوزراء ندير العربوي سيكون منافس بون في الانتخابات الرئاسية 1024 وإن لم يكن بدله كمرشح للسلطة وترقيته المفاجئة تمت حسبها بإعاز من دوائر لتورد تبون أن يصمر في قصر المراضية كما دعت صحيفة الإماراتية أن ندير العربوي رئيس الحكومة الحالية سيعيد سيناريو ما فعله علي بن فليس عندما كان رئيسا للوزراء في زمن الرحيل بوتفليقة عندما كان وزيرا ثم بدأ منافسته في الرئاسيات على الكرسي ورح تداعي أن الرئيس بون فصل دستور البلاد على مقاسه وحول النظام المذكور إلى نمط رئاسي في المهام والصلاحيات لكن دون الحساب والمسألة وهو ما يعتبر تعدي واضح من الصحيفة على الرئيس بون لكونها لا تأبه بما سيخلفه تعديها عليه بما أن العلاقات أصلا جد متوترة بين الجزائر والإمارات خاصة مع كشف الجزائر لبعض مخاططات بن زايد والإعلام المحل كله تطرق لمخاططات الإمارات وتجهيز الرئيس بون لرد صارم عليهم كما راحت صحيفة وصحف أخرى محسوبة على الإمارات تدعي أن الرئيس بون لم يجد ما يدشنه وجولته الداخلية نادرة جدا ما عدا بعد المشاريع المورودة عن الرئيس الراحل أو أخرى تعد على الأصابع مشيرة إلى أن بلفليس الذي كان في مطلع الألفية رئيسا لوزراء بوتفليقة من قلب عليه وانسحب ورح ينافسه في الانتخابات الرئاسية حسب دعائها أن الوزر الأول حالي ندير العربوي سينسحب ويستقل ويصبح هو منافس تبون في استحقاق العام القادم إن لم يكن بديله كمرشح للسلطة وأنه حسبها ترقيته المفاجئة قد تمت بإعاز من الضوائر التي لا تريد لتبون أن يصمر في قصر المراضية مؤكدة أن نفس سيناريو بوتفليقة وبنفليس سيتكرر مع العربوي وتبون مع قرب الانتخابات الرئاسية وفي نهاية مقال الصحيفة راح تلفق وتستنقص من الوزر الأول العربوي مدعية أنه غير مؤهل ولا يستحق منصب الوزر الأول وأنه زاد طموحه ليونفس تبون في الانتخابات الرئاسية في حين كل هذه الإدعاءات من الصحيفة الإماراتية باطلة لأن الرئيس تبون يتق كثيرا في الوزر الأول لدار العربوي واختياره ليقود المرحلة المقبلة خاصة للتجسيد وتنفيذ كل وعودها بهذا النفس الجديد للحكومة الجزائرية والعربوي كفأ للمهمة وصاحب خبرة وكفاءة ودو شخصية قوية كما أنه لن ينقلب على الرئيس تبون كما يدعي النيظام الإماراتي في حين رضى الجزائريون بقوة للإدعاءات الإماراتية ومؤكدين أنها حملة تشوية يقودها بجانب الإعلام المغربي لأن العربوي أوجعهم بقرارته الإصلاحية وتسريعه في تجسيد وتنفيذ كل أوامر رئيس عبد المجيد تبون ووعوده وحتى تصده لكل حملات التي تشنها أطراف عدة ضد مصالح الجزائر وفي المنطقة لن تصدق ماذا وجدوا عند نجل علي بن فليس وتروته تهز الجزائرين وهكذا كشفه الرئيس تبون وأطح بكل مجموعته مع قرار صار بعد الحكم التقيل بداية ابن علي بن فليس الذي يصدع الحدث حاليا مع التفتيش في تروة الأخير وكيف كونها بطرق مشبوه استنزفت الخزينة العمومية وسبب حالة زهجة من الجميع خاصة وأنه لم يكتفي بالفساد وأنها فقط وفق ما ذكرت صحف محلية بل ذهب بعدها بعيدا عن التروة الطائلة التي مست كل شيء من أموال ضخمة وأراضي وشركات وفيلات وصيارات وغيرها وجدوها عند الأخير كونها في ضرف سنوات فقط قالت عنها بعض الصحف أنها مغارات علي بابا وجدوها عنده لكن الأصعب من كل هذا هو تخبره ضد الجزائر والرئيس عبد المجيد بون ومسه لملفه من بين الأدقل وكان حركه الرئيس بون شخصيا الذي كان حصر كل متورطين فيه وفي الخطوط الجوية وأطح بعدا من المسؤولين عليه حاليا مع الحكم بالتماس على نجيل بن فليس بالعقوبة القصوى وكونه عامل مخبر لدولة أجنبية وتستر به لدفصر الشروط لاقتناء الخطوط الجوية الجزائرية لخمسة عشر طائرة التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد بون شخصيا وهو ما يؤكد وجود أطراف في الجزائر لا تحب الخير لبلادها وتسعى لضرب مستقيص الرئيس بون والحكومة الجزائرية وإفشال كل مخاططات فعلي بن فليس الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية سابقا ابنه لم يكسفي بالتروة التي كان أصلا وصل بها بالمراحل مهولة حتى في سنة 2014 وفق ما ذكر الصحف محلية حينها ودل يضعفها إلى القضية التي حصفت به وكشفت كل شيء بتروته التي جمعها والتي ستصدرها كلها العدنة الجزائرية إلى تجرؤه كما ذكرنا على اللاعف في ميدان أتقل وحاول زازعة الحكومة ككل خاصة وأنه واضح ممول من جهاز أجنبية وتمكن من إغواء العديد من المسؤولين بمبالغ طائرة تورطوا معه ونلوا أحكام جدا قيلة ورد علي يكونوا عبرة فابن علي بن فليس كان أصلا متوقع محاكمته على قضية فساد والإطراء غير المشروع منذ أكثر من سنة لكن ومع القضية الحالية ورت نفسه أكثر عند التحقيق وراءه والتدقيق أيضا الدفع بنفسه للهاوية والنهاية المدوية خاصة وأن هنا لا أتقلتهما كما هو معلوم في القضاء الجزائري بالتخبر وتسريب معلومات حسسة عن الدولة وغيرها مما فعله وهي القضية التي قال براقبون أغضبت الرئيس بون كثيرا وجعلته ينتفد وقناع أن قطر المحاسبة واصطيار المفسدين لا يجب أن يتوقف لأن كثيرين لا يأخذون للعبرة ولا يخافون من الناب ولا مصير من سبقه من الوزراء ومختلف المسؤولين السابقين في حكم النظام البوتفليق السابق الذين حاليا في السجون وعليهم أحكام تقيلة وتم تجاردهم من كل ممتلكاتهم علي بن فليس ينهر بعد قضية ابنه وهذا بحدث له بعد الحكم فهل تلتفت المحاسبة إليه وبماذا تهموه كثيرون وقضية ابنه تجعل الرئيس عبد المجيد بون يتخذ قرارا صارما بعد كشف من تخبر معهم أيضا بداية رئيس الحكومة السابق علي بن فليس في زمن الرحيل عبد العزيز بوتفليق الأخير حاليا منهر تماما مع القضية التي تورط فيها ابنه ومست بأمن واستقرار الجزائر بتخبره مع أطراف أجنبية ومحاولته ضرب مصالح البلاد لأجل مصالح شخصية له ببيعه لأسرار الدولة إلى جهات أجنبية وغيرها من التهم مع التروى أيضا التي كونها ووصلت لدرجة قياسية ومهولة بالنهب الذي فعله والفساد والتواطأ والضغط على بعض المسؤولين أما حاليا فصدمت والده علي بن فليس فقد تتفاقم في الأيام القادمة مع توجيه اتهامات من أدس أطراف سابقا وحاليا لعلي بن فليس أيضا خاصة من صحف محلية معروفة اتهمته بتكوين هو وأولاده تروة ضخمة ومشبوهة وقالت في مقالتها صحف كالنهار وكذا محلل وشخصيات نقابوا جميعا وراء تروة بن فليس وعائلته وخاصة ابنه المسجون حاليا بتهم تقيلة ونال عليها الحكم الأتقال بالعقوب القصوى إذ قالت أن كل أفراد عائلة علي بن فليس لديهم تأشيرات تمكنه من الإقامة في أي بلد يشاءون حسب النهار ويتمسلكون جميعا تروة ضخمة وأدفت الجريدة أن بن فليس كان يستعمل ابنه المحامي كواجهة للإشراف على القضية التي يتسلمها وذلك بالتوسط له لدى الشركات الأجنبية البترولية بالجزار من أجل المرفع في القضية التي ترفعها هذه المؤسسات ضد أطراف